كان ممكن أن تحصل تسويات بين الأطراف السياسية ككل وبين المقاطعين في مسألة طرح الثقة وعادة الثقة بين الناخب وبين المرشح والطبق السياسي لكن للأسف مثل ما قلت لك أنه أخذت العزة بالإثم وفرضوا الأمر الواقع على الشعب العراقي بمجالس المحافظات اللي أنا مثل ما سميتها مجالس الغنيمة وبالتالي هذه تخدم مصالح الأحزاء يعني أنت عندك من 2003 من 2005 أول انتخابات إلى 2014 هدرت ألف تريليون دينار عراقي ما يعادل يعني رقم بالدولار هذه هدرتها مجالس المحافظات دون أن تقدم خدمة وهي كانت أحد أسباب شرارة ثورة التشرين على أنها غنيمة الأحزاء وبالتالي التكرار وإعادة رسم هذه الخارطة السياسية على طريق أنه مجالس المحافظات أنا أعتبره هو يعني إصرار على استفزاز الآخر وهو بنفس الوقت يعني يزيد الفجوة بين الحاكم والمحكم اليوم طبقة المقاطعين إن كان من مدنيين لبراليين أو التيار الصدري هي طبقة كبيرة والآن الحاكمين هي الأحزاب التي ذهبت إلى إجراء مجالس المحافظات انتخابات مجالس المحافظات هناك فجوة بين الحاكم والمحكم خصوصا أن المجالس المحافظات مع المواطن بتماس كبير تسمى مجالس خدمة لكن هل تقدمت الخدمة خلال فترة التي كانت موجودة به؟ وعندما غابت بعد 2014 هل تأثر الوضع السياسي أو المواطن بغياب المجالس المحافظات؟ بالتأكيد لا لكن وجودها هو قد يزيد من حسابات الأحزاب المالية والسياسية خصوصا في ظل وجود اليوم ميزانية انفجارية في ظل وجود وفرة مالية تركتها حكومة الكاظمي قانون الأمن الغذائي وبالتالي هناك أموال في قادم الأيام قد تجد طريقها إلى التبخر هل ستنشغل برأيك من جديد الأحزاب والكتل في تقسيم المغانب والمناصف في مجالس المحافظات؟ وتنسى من جديد أيضا خدمة المواطن؟ والدليل على كلامك هذا أنه اليوم أمس الإطار ذهب إلى تصريح أنه سيشكل تحالفات الإطار في تشكيل حكومات المحلية يعني حتى لم يذهبوا إلى تفاهمات مع الشركاء السياسيين الفائزين في مجالس المحافظات في إيجاد طريقة للاندماج في خدمة المواطن هم يفكرون بعقلية سياسية طائفية من رقم واحد وفئوية حزبية بعيدا عن مصلحة المواطن يعني هم ما جلسوا مع الفائزين ككل ووضعوا خارطة طريق بالتحالفات السياسية الاندماج لكن هم ذهبوا بفكرة أنه كيف يتحالفون طائفيا وحزبيا باتجاه أن يشكلوا هذه المحافظات ومجالسها بما ينفع أحزابهم وما يخدم مصالحهم يعني هل نحن باتجاه أزمة سياسية جديدة سيشهدها العراق بعد أن تشكل مجالس المحافظات؟ يعني أنا ليس متشائم لكن من القراءة السياسية الواقعية أن مجالس المحافظات ستكون أحد الأسباب التي تستفز الشارع العراقي وأحد الأسباب التي قد تندر بأن تكون هناك تظاهرات على مجالس المحافظات بما تسبب من أنه تفكر بمصالح أحزابها وليس بمصالحة المواطن هل نتشاء ملاحات كبير لكن سيتبين ذلك خلال أول ستة أشهر من عمل مجالس المحافظات إذا كانت تذهب بخدمة المواطن وخدمة المصالحة المحافظة أو تذهب إلى خدمة الأحزاب مجالس المحافظات عموما بالتجربة والبرهان هي مجالس لخدمة الأحزاب وتمويل الأحزاب عن طريق مجالس المحافظات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر